التكبر على الحق هذا هو بطر الحق كل من رد الحق فهو مستكبر بحسب ما رد من الحق وذلك أن الله فرض على العبادة أن يخضعوا للحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه فالمتكبرون عن الانقياد للرسل كفار مخلدون في نار الجهنم لأنهم أبوا أن يسمعوا كلام الرسل فإذا جاءهم الحق تكبروا عن ذلك كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان الأتهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فالكبر الذي يمنع الانسان من الانقياد للحق المتكبرون إذن عن الانقياد للحق أو لبعضه لأنه خالف أهواءهم أو خالف آراءهم فهذا من موجبات العقوبة قد يصل إلى الكفر ويخلدون في نار جهنم وقد يكون دون الكفر إذا لم ينقادوا إلى الحق ولكنه سبب قطعا لعذاب الله تبارك وتعالى وذلك أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحق له أن يعدل عنها لقول أحد أياً كان وطالب العلم يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد ولو كان أحب الناس إليه لا يتكبر على قول النبي بل يقدمه على قول كل أحد صلوات ربي وسلامه عليه